نتابع من قصة مؤلمة من لبنان ثلاث ساعات من الضرب والتعذيب كانت كافية لقتل شاب سوريا يدعى بشار عبدالسعود أوقفته أجهزة أمن الدولة في لبنان خرجت بعدها صور نمتنى عن عرضها لقصاوتها حيث لم يبقى جزء من جسد الشاب إلا وآثار التعذيب تملأه ضرب جلد وكدمات القصة بدأت عندما أعلن جهاز أمن الدولة اللبناني في 29 من أغسطس توقيف خلية قيلة إنها تابعة لداعش وتنشط بين جنوب لبنان وبيروت إلا أنه لم يقدم حتى الآن الدلة تؤكد طوروط المتهمين ومن ضمنهم المتوفى بالانتماء إلى التنظيم وبشكل مفاجئ أعلن الجهاز في 31 من أغسطس وفات أحد الموقوفين وقال إنه توفي إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة لتكشف وسائل أعلام لبنانية بعد ذلك تفاصيل عملية تعذيبا تعرض لها الموقوف السوري على أيدي ضابط وعناصر في مكتب جهاز أمن الدولة وأضافت أن المتورطين حاولوا التكتم على الجريمة بزعم تارة أن الموقوف توفي جراء نوبة قلبية بعد تناولها حبة كابتاجون وتارة أخرى بسبب جرعة زائدة من المخدرات إلا أن تقرير الطب الشرعي أكد بعد معينة الجثة أن الموقوف تعرض لتعذيب وحشي أدى لمقتله وهو ما أكدته أصلا مصادر مطلعة لصحفة شرق الأوسط قالت أن قلبه توقف جراء التعذيب المبرح والصدمات القوية التي تعرض لها وهو أيضا ما أكده مفاوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي تسلم ملف التحقيق بالقضية وأمر بتوقيف الضابط وأربعة عناصر على ذمة التحقيق الحادثة أثارت غضب الرأي العام في لبنان كما ندد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشيل موسى بالحادثة ووصفها بجريمة بحق الإنسانية كما أعادت هذه الحادثة ملف التعذيب الوحشي في السجون اللبنانية ومراكز التوقيف إلى الواجهة ودعت جهات عدة إلى احترام القوانين الدولية المناهضة للتعذيب في السجون والتي وقع عليها لبنان لكن يبدو أن تطبيقها لم يدخل حيز التنفيذ بعد